مانشستر يونيتد ينضم إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات بلال الخنوس كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن الدولية المغربية بلال الخنوس يوجد داخل دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونيتد خلال فترة الانتقال التشتوية الجارية وحسب صحيفة فوتبول ترانس فيتس فإن مانشستر يونيتد يتجه لتغيير استراتيجية انتداباته بالاهتمام أكثر بالتعاقد مع لاعبين شباب وموهبين عوض أسماء متمرسة وأن بلال الخنوس يوجد ضمن قائمة اللاعبين المرغوب فيهم وكانت والدة الخنوس التي تعمل كوكيلة أعماله قد أشارت في تصريحات صحفية حديثة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالت لضم ابنها سواء خلال مرحلة الانتقال التشتوية الجارية أو الصيفية ولعب الخنوس البالغ من العمر 19 عاما 31 مباراة إجمالا هذا الموسم وتمكن من تسجيل ثلاث أهداف كما قدم أربع تمريرات حاسمة ويرتبط الخنوس بعقد مع ناديه جينيكا البلجيكي إلى غاية 2026 علم أن اسم اللاعب بات مرتبطا بعدد من الأندية الأوروبية كمارسيليا الفرنسي وغلطة سراء التركي وبروسيا دوركموند الألماني ترجمة نانسي قنقر